ما هو برضو السنة ما كانتش ينفع تبدأ من غير معدى جوري في شكل يوسف برضو ما مش هينفع يعني يا طبعا عزايا صحبي طيب أولا كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله إن شاء الله يا رب 23 تبقى سنة أحلى وأحسن وأقوى وأفضل وأكثر إثمارا من 22 30 مليون مرة قول خمسين مليون مرة كمان وبين كلنا بالمناسبة نقدر إن شاء الله سبحانه وتعالى بأمر ربنا أولا برحمته وبقدرته نقدر إحنا بس نشد حلنا حبتين والدنيا بإذن الله هتمشي أحسن وبالمناسبة بدأت تندع تاتات صبرا صبرا موعدنا جميعا نجدنا في الدنيا والجنة في الآخرة قولوا إن شاء الله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الطبقية في مجال البصريات طيب أنا هنا أقول لك حاجة بس مهمة إنه لو خدت بالك إنه كلام فخامة الرئيس زائد كلام دولة رئيس الوزراء على إيه؟ على جذب استثمارات مهمة للاقتصاد الوطني لنهضة الاقتصاد الوطني يعني هتلاقوا إن إحنا بنركز جدا على المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة هتلاقونا بنركز جدا على المشروعات المتعلقة بالصناعة بشكل عام هتلاقونا بنركز جدا على الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا والرقمنة خليني هنا والتطبيقات يعني بالمناسبة 22 بالذات ايه اللي حصل لو خدت بالك هتلاقي انه مصر حصل فيها ثورة في مجال التطبيقات في سنة 22 فمصر طلعنا تطبيقات كتير برعاية الدولة او بتأسسها او بدعمها ناهيك حتى كمان عن تطبيقات اللي عملتها شركات استثمارية وبنوك وقطاع خاص في مختلف المجالات ما كانتش التطبيقات دي هتنجح وتلقى رواج لو لا ان انت يبقى فيه عندك بنية تكنولوجية تحتية سليمة او قوية وقدرة على استعاب هذا النوع من الاستثمار او هذا النوع من العمل او هذا النوع من النشاط اليومي حتى ما بين الافراد وبعضهم البعض او حتى في مجال التجارة البينية الداخلية انت بقيت بتشتري عن طريق تطبيق وتحول اموال عن طريق تطبيق وتقدر تستقبل حوالة بتاعتك عن طريق تطبيق وتقدر حاجات كتير عن طريق التطبيقات وهتشوف لسه ثورة اكبر في هذا المجال وعلى نطقات اوسع كمان